شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي احتفالية بمناسبة مرور خمسين عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر وخلال كلمته بالاحتفالية أكد مدبولي أن الاحتفالة بهذه المناسبة العزيزة يأتي في نهاية عاما زي خصوصية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك بعد استقبل الرئيس عبد الفتح السيسي لشقيقه الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر في مصر ثم قيم الرئيس السيسي بزيرة إلى دولة قطر في سبتمبر الماضي وزيرة لاحقة في نوفمبر إلى الدوحة للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم كما أشار مدبولي لأن هذه الزيارات وما واكبها من زيارات عديدة متبادلة للمسؤولين ورجل الأعمال من مصر وقطر حملت إشارة واضحة على متنة العلاقات بين البلدين ومثلت دليلا عمليا واضحا على العزم قيادتيهما على دفع تلك العلاقات قدما إلى أفاق جديدة